الطغيان فتنة كبرى والإنسان الطاغية فيها العجب فيه العجب في مرة من سنوات جمعت مئة شخصية من الطغاة على مر التاريخ من أيام فرعون والنمروض والنتماشي كذلك سبحان الله وجدت أنه يجمعهم أمر واحد المئة هل تدرون ما هي طفولة بائسة أي طاغية عنده طفولة بائسة إما أم شرسة يعني متكبرة عندها خلل خلقي وسلوكي أو أب سبحان الله بهذا المنطق أو أب وأم متشاكسين المهم الطاغية حصاد مجتمع متهلهل حصاد مجتمع مهلهل حصاد مجتمع سبحان الله فيه من العقد وفيه من المصائب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أنت عندما تقول كلمة الطغيان فورا دماغك يذهب سريعا إلى من يتخلدون مناصب أبدا الطغيان يبدأ في البيت الإنسان الطاغية في بيته الذي لا يحب أن تناقشه زوجته ولا أن يراجعه ولده ولا أن تناقشه ابنته وإنما يرى كفرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد هذا صواب سبحان الله الذي أقوله كذا أنت معي فأنت قديس أنت ضدي فأنت إبليس الله لا إله إلا الله ما هذا الطغيان العجيب كثير من الأزواج كثير من الآباء عندهم من الطغيان أو الأم الأم لما تكون عندها محبة الطغيان تصير كارثة فالراحمون يرحمهم الرحمة والطغاة والعيادة والدار المآلهم سيء وممكن يكون فيه طاغية وتأتي نهايته طيبة سواء زوج مدير مدرسة مدير مستشفى مدير أي مؤسسة صغرة أم كبرت الطاغية وأهل الطغيان عاقبتهم وخيمة نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحشرنا في زبرتهم الطغيان أمر يجب أن يراجعه الإنسان حتى لا يحشره في زبرتهم لا نريد أن نكون طغاة في بيوتنا ولا في مجتمعاتنا ولا في مؤسساتنا بل على العكس وجب علينا أن نتقي رب العبادة سبحانه وتعالى وأن نعدل وأن نكون عادلين ولا نكون طغاة ولا نتجبر ولا نتكبر ولا نشعر أننا من طينة أخرى ولا نشعر أن أوامرنا يجب أن تنفذ ويجب أن نحن سبحان الله لا عقلاء إلا نحن ولا عباقرة إلا نحن ولا أذكاء إلا نحن هذه كلها عبارة عن عقد نفسية ومشاكل عجيبة يجب أن نتخلص منها